من كمان برضو الملفات المهمة بالنسبة للتنمية المحلية ملف التدريب المحليات بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا عندنا في المحافظات كلها موظفين على درجات مختلفة الدرجات الموظفين دول محتاجين انهم يتدربوا طيب احنا بندرب بقالنا فترة كبيرة وبيبقى عندنا خطة للتدريب الخطة دي التدريب ده ممكن بيتعامل عندنا في مركز كبير اسمه مركز سقارة ده موجود في الجيزة المركز ده بيدرب كل الكهدات المحلية في كل المحافظات ولكن يمكن كان فيه زيارة كده قريب عملتها لمركز سقارة حاسين انه هو محتاج تطوير كتير جدا فاحنا هنبدأ نطور مش بس تطوير في المباني ولا تطوير في الاجهزة ولا تطوير في المعيشة لانه هو طبعا من المحافظات التانية فيه ناس بتيجي التعيش في المركز سقارة ده اسبوعين وتلاتة بياخدوا الدورة التدريبية ولكن احنا هنحاول ان احنا نعمل كمان نظام للتدريب مختلف ونعمل مادة التدريب نفسها ازاي تكون دسمة ومفيدة نغير محتوى التدريب كله لان مركز سقارة ده هو الزراعة التدريب للوزارة كلها واحنا طبعا هنعمل ده بالتعاون مع الاكاديمية الوطنية للتدريب وهنشرك برضو اساتة من الجامعات عشان نقدر ان نطلع مخرج كويس احنا في الفترة اللي فاتت دي اعملنا اتفاقيات مع دول اسيوية ودول اوروبية وصفرنا عدد كبير جدا من الموظفين في كافة المحافظات عشان يتضربوا في البلاد دي وفعلا الناس راحتوا واحنا بنعمل زي تبادل للوقتي بنودي ناس البلاد دي وفيه برضو افارقة بيجوا تضربوا عندنا في مركز سقارة من الحاجات برضو المهمة اللي برضو احب ان انا اقول لكم وزارة المهمة حالية بتشتغل فيها هو حياة كريمة طبعا اكيد كلكم سمعتوا عن مبادرة حياة كريمة دي مبادرة رياسية مهمة جدا ويمكن تكون من اكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر في المرحلة الاولى من حياة كريمة احنا اشتغلنا على 1177 قارية انتهينا من مشاريع كتيرة جدا تقريبا في المرحلة الاولى احنا وصلنا لان احنا نبقى عندنا 27000 مشروع فطبعا ده رقم كبير جدا هتقول رقم ده في ايه في مشاريع صرف صحي مشاريع كهرباء غاز نت انشاء مساكن سكن كريم انشاء مجمعات حكومية انشاء مجمعات زراعية انشاء وحدة صحية انشاء مدارس احنا تقريبا كده ما كناش منطلع من القرية غير ما تكون مكتملة في كل حاجة طيب احنا كوزارة تمامة حاليا عندنا وحدة مركزية الوحدة دي بتنزل المحافظات كلها بتحول انها تحل المشاكل اللي موجودة في المحافظات بتساعدهم في تسهيل التعاون مع الجهد التانية في حل المشكلات كمان ان وزارة تمامة حاليا انشاءت في المرحلة الاولى تلتمية اتنين وثلاثين مركز حكومي وتم تفرشه وتم تشغيله فيه كمان تلتمية واحد وخمسين مشروع ما بين مشاريع اطفاء حماية مدنية يعني ومشاريع مواقف ومشاريع اسواق طب المرحلة احنا انتهينا من المرحلة الاولى احنا في النهايات للمرحلة الاولى والمرحلة التانية هتشتغل بقى على 1637 قرية عشان كده انا بقول لكم ده اكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر لانه هو مشروع كبير جدا بنعمل مشاريع في كافة الاتجاهات في المكان كمان يعني الكث بتاعه عالي جدا